أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية صدور أمر ملكي بشاني الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل زعيمة تنظيم القاعدة السابق وسامة بن لادة وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكفأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن زعيم تنظيم القاعدة السابق